طرت عليه قصة من نفس هذا الموضوع تقول لي يقول مكفولاً بجارة في اثنين جيران بعد التقاعد بعد ما تقاعد وتشاوره الجارة قالوا شرايك جالسين حنا لا شغل لا مشغلة لو نفتحنا لنا بقالة بهالحارة وتقضي مقاضي البيت ومنه ترزق الله أنت قاعدين وجالسين وانت والنسبة قالت وكاها ابد فتحوا البقالة وصاروا مع بعض وصاروا عيالهم اللي يجوا يركضون للبقالة قالوا بقالة تابون عيال هذا وعيال هذا ويأخذون ما يبون من حلا ومن شيء ويروحون ولمر على المور أول كانت سهلات جاء بعد فترة جار الجار قال له أنا والله ودي أفضح شراك ليه عسى ما شرب وفلان قال والله نحتجت مبلغ مبلغ مزنوق فأنا بمبيعه ولا تشري نصيبي قال لا شريت نصيبك ما أبد هذا كم حقه هذا حقك ورح سبحان الله بعده يمكن بشهرين توفى اللي خذ حقه الجار ميشة الأيام يقول ما أدري إلا مرت جاره وهم توفيه جيته له مرة قالت أنا عيالي كل يوم يدخلون معهم حلاو وقلوا من جبتوه قالوا ما بقالة تابون قالوا ولا تحطين عليهم هذه بقالة أبوها سبحان الله قالت ما يجوز حينما دبعنا قالوا ولا تحطين ولا كلمة ضل على نفس العهد خلي هذه بقالة أبوها وهم يجوون ما يأخذون شبه خسرا يعني بالشهر خمسين ريال ولا تحطين عليهم واليوم اللي ما يجوون أبوها تراجيت وطقيت عليهم يقول رجع على البيت وهذه حتي على مرته قال جتنا اليوم وفلان تحتي على دن عياله قالت ما رأى الطائر يتان عندك شي نبي نعطيها قال ليه قالت والله حالتها موزع ما يلقون والله هكلا شلون قالت والله هذي العلم ويطلع من عنده لم جارته يطق عليها قال ليه لين ما حتيتي عليها هاللون وهاللون قالت ما أنت مكلوف بي ما أنت ما لك علاقة حتى قرابة ما بينه وينك قال اسمعي أغراض البيت كاملة من اليوم مطالع علي ومدارس العيال أغراضهم علي وهالبقاء له ما يدخلون يأخذون لا تحتي قالت ما لك ولا تحتي أبد يقول سبحان الله هو يقعد تقريبا حوالي خمسة سبع طعش سنة في هذه الحدود وهو يصرف عليها اليوم كبروا العيال كبروا العيال يوم كبروا وهو تروا يمشي لهم مصروف يقول جاء مرة من المرات ما جاءهم مصروف شهر شهرين ثلاث يقولهم يجون العيال عند أمهم قالوا يمه حلالنا اللي عنده الرجال هذا لرعي البقالة ما جاءوا لنا كل شهر يعطينا قسمة أبوي من الرزقة من الشراكة ليه الحين وذاته شهر موقف هيكون ما ماكل حلالنا ولا ماكل شي قالوا تقعدوا هو شيء أبوك ما له شيء عند الرجال قالت شلون قال الرجال هذا شارع حق أبوك مبطي طيب ولي جيناك اليوم قال هو يقول إن سألوت العيال قولي هذا حق أبوك عشان ما يتفشلوا إنه هذا رزقهم ما يكسر بخاطر هالحين يوم كبرت وتوظفت ومن أثنين من عيالة توظفت ومن توظفت وكلهم عنده راتب تقلت هيكت والله ما يجيناه لا ريال خلص أنت الحين بيض الله وجه ما لنا شيء قالت والد لكم شيء الالفين قال لي كل شهر الالفين وخمسمائة شهريا من حلاله يكد عليكم يقول سبحان الله بعده الشهور توفى الشاعب هذا يقول توفى وسكر والبقالة وصف والديون يقول جاء مرة من مرات يقول جاية إنهي عيالة يقول حالتها مزانة عاد الجيران يقول جت عند تدخل بيته هالشرطة واقفين عند بيت جارة تدخلونها من البيت ما عليها مسداد تقول يتمسك عيالها اثنين وتتوقفهم بالشارع قال الباب هذا يحرم عليكم دخلته الباب ما تدخلونه بيت أبوهم بيت بيت هي بيت ما يحرم وسلام لا تسلوين علي واما لكم ما فكيت وجاركم تصبخ الباب سكرت الباب وجيههم يا يما قالت ولا تحسون علي سهلا السبع طعش سنة هيكد عليكم وأبوهم ولا هراجي من وراكم جزاء هالحين يوم والله ما يتطلع من بيت يقول يروحون يتفاهم مع الديانة قالوا كم قالوا مدري هو بيت شاعبي قالوا مدري وعليه حول سبعين من دي ثمانين قال تمهلنا وحنك فلا أعطاها مهلة شهر وخاذ وقروض وسددوه سددوا وعليه راحت الجارة لم جارتها قالت أنت ليش سويت هاللون قالت أنا اليها الحين ما لحقت ربع حق أبوك وليكدوا علينا لو أجمع حق السبع طعش سنة هل الفين وخمس مدريتها ثلاث الريال شهريا جابت لكم قيمة عمارة ما هو عاد قيمة ثمانين ألف قال طيب ما أنت مكلوف تمبي قالت قلت ما أنت مكلوف بنا وصرف وكلف قال انت جارتي أهم علي من عيال عمي سبحان الله العظيم اللي قاعد يدفع هالرجال كأنه قاعد الله سبحانه وتعالى يخزن له رصي يوم بعد ما توفه رجع لعياله يعني لو سبحان الله صارف ما كان جمع لعياله رجع لها مرة ثانية سبحان الله بوشو بأنه بس قام بحق جاره بس حق جاره عليه ولا كان يرجي من مرة وشي رجع هالحق عليه مرة ثانية وصار جاره هو اللي حق عليه أيو الله سبحان الله قلت قلت هالرجلة وقال أنت جارتي الحين أنت جارتي والله ما خليت عليك بوقف يتامى فخيرون به يبعث الروح يعلي البناء اشتركوا في القناة